بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الأخ العزيز الحاج محمد طرفة مؤسس نادي بن تجبيل الأخ الأستاذ الضيف عماد كبة الإخوة الكرام الأخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر على كل إلى كل الأخوة والأخوات الأخوة الأعزاء والأخوات العزيزات الذين تبرعوا ليلة أمس تجاه المؤسسة الجديدة التي أنشأناها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملهم وأن يكتب ذلك في ميزان أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما أشكر الأخوة والأخوات الذين حضروا ليلة أمس وشاركوا في برنامج ليلة القدر أريد أن أعجب كل أخوة 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 أخواتي الذين تشترون في تلك المدينة لأخوة الأخوة لدينا مدينة مدينة لأخوة أخوة الأخوة الحمد لله الحمد لله نحن لدينا تقلقاً سنعب الهياء في هذه النموضة الأخوة حقا إلى 3.30 أم هذا كان مبسكة من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تفعل أحيا في حيات النهائية هنا معنا مع أصدقائنا مع أخوة و أسسرين أن يكون قد تفعل أصدقائنا و أن يكون قد تفعل رمضان لتفعل رمضان كثير من سنة إن شاء الله اليوم نحن المهم هو القرآن أحياني أخوة و أخوة نحن المسلمين لا نحن 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 كان قرآن بسيطا على جدو حقا بعضنا لنرى بلدو قرآنها، نرى بلدو قرآنها لا تراهم القرآن باستمرارة باستمرارة لذلك لتبعين للحظة القرآن لا يوجد شيء من بلدنة بلدنة مذكرة لذلك نحن نحن القرآن في قرآننا لكي تباوية هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاثة يشتكون إلى الله يوم القيامة ثلاثة من هؤلاء الثلاثة؟ ثلاثة ستبعون إلى الله في اليوم القيامة أولهم مسجد لا يصلى فيه مسجد ما حدا يصلى فيه عملي ميوزيوم بس حتى الناس تتفرج عليه هذا المسجد يشتكي إلى الله يوم القيامة وثانيا ومصحف لا يقرأ فيه the first thing that will complain to Allah a masjid that is void of people people do not pray in it number two a quran that is kept for barakah only people do not read they just keep a copy at home allowing dust to fall on it to sit on it few months pass by and maybe years pass by before they open the Quran and read it ومصحف لا يقرأ فيه لذلك أعزائي أنصحكم إذا واحد عنده تجميع المصاحف الكثيرة بالبيت مش مستحب مش مستحب يعني أنت قعد بالبيت عندك تريد تقرأ قرآن خليلك نسخة لإلك النسخة الخاصة اللي أنت تقرأ فيها وإذا عندك زايد مصاحف زائدة ما تقرأ فيها ما حدا يقرأ فيها تقرأ عليها أحد المساجد تقرأ بها لشخص ما عنده مصاحف لا يقرأ بأنك تقرأ قرآن قرآن في المنزل تقرأت واحدة لنفسك لتقرأ ولكن إذا كان لديك قرآن أكثر لا تقرأهم في المنزل أعطيهم إلى شخص يحتاجهم ويجب أن تسألني من يحتاج القرآن هذه اليوم؟ أخبرك هناك الكثير من يحتاج القرآن أخبرك في المنزل تتعلم؟ كل سنوات وكل سنوات نسألنا الكثير من قرآن إلى المنزل للمنزل الذين يقرأون هذه المنزل أخبرك إذا كانوا في المنزل وإذا كانوا في المنزل أعطيهم أعطيهم لا نقرأ المصاحف لدينا مصاحف إما نتبرع فيها للجامع أو لشخص ما عنده مصاحف نعطيه الثالث الذين يوشتكي إلى الله أعالم ضاع بين جهال the third person who will complain to Allah in the day of judgment is a scholar a learned person who has not been appreciated by his people who has been surrounded by ignorant people who do not benefit from his knowledge نحن المسلمون لا نعامل القرآن كما ينبغي متى نقرأ المصاحف تدرون متى نقرأ المصاحف مناسبتين بالسنة المناسبة الأولى لما رمضان يجي بعضنا يقرأ مو كلنا بعضنا وعند رمضان الكثير مننا يحرون القرآن نعرف بعضنا يترون القرآن في رمضان لذلك في 12 بار في عام يترون القرآن واحد وفي 11 بار يتركوا القرآن بلا لا تقرأ القرآن لا يتعرف المصاحف يقولون أنه يقرأ الشهر رمضان بعد أن يأتي رمضان يضع القرآن على جنب لرمضان الجاي والحال المفروض للإنسان كل يوم يقرأ شيء من القرآن عندك وقت فراغ كثير ما تقول ما عندي وقت أنت وبالسيارة عم تسوق كم واحد منكم يقضي ساعة ساعتين أنا باليوم معدل أقضي ساعة ونص بالسيارة أنت وبالسيارة خلي القرآن استمع إلى شريط القرآن احفظ القرآن عندما تتحرك تتحرك قرآن نحن نقوم بساعة ساعة حين تتحرك تتحرك قرآن تتحرك قرآن تتحرك قرآن وعندما تتحرك تتحرك قرآن تتحرك معه تتحرك كيفية احيانا أنا أتعجب من بعض الناس يصعد يقرأ قرآن نقول لها تعالى تفضل اقرأ قرآن ما بيعرف يقرأ قرآن ما بيعرف ليش ليش ظالمي للقرآن إلى هذه الدرجة بعضنا لا يحسن قراءة آية واحدة من القرآن هناك بعض الناس يسألهم أن تتحرك قرآن they don't even know how to read قرآن I'm not talking about memorizing قرآن forget about memorizing قرآن الحمد لله نشيعة ما عدنا حدا يحفظ القرآن ما عدنا من يحسن قراءة القرآن ليش لماذا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن هذا القرآن يقول رسول الله صل عليه بأعلى أصواتكم حبل ممدود من السماء إلى الأرض كتاب الله الخالد كلمات الله الخالد ما نعرف نقرآها أسأل أي واحد فينا قل لي الله أقرأ آيتين تعرف ما يعرف مع الأسف ليش من علم أولادنا قراءة القرآن ليش أولادنا لما يرسبون في الماث نقيم الدنيا ولا نقعدها ونسوي ضجة وإذا if he if my son does not perform well in his science subject I make a big deal when he doesn't do good in his math class I make a big deal out of that if he doesn't get A in history I make a big deal out of that but when my son does not know how to read the Quran I don't care why why don't care لماذا نظلم القرآن المناسبة الثانية اللي نسمع فيها القرآن الأسابيع كما يسميها أخواننا أو الفواتح في مناسبات العزاء والموت نسمع القرآن وهل جاء القرآن للموت الله نزل القرآن للأموات Was Qur'an revealed for this purpose that during the funeral time asbua memorials we read the Quran and recite the Quran طبعا احنا الشيعة عندنا ظاهرة سأناقول الشيعة خف واحد يسجلها هذه علينا هنا في ديربون طبع أنه في الأسابيع حتى لما القرآن عم يقرأ أخونا مجهول بأسعار السيارات اليوم جد صارت أو أسعار العقارات عم يحكي مع الصاحب قرآن الكريم يقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لا أحنا من يقرأ القرآن أصلا ولم عبري للقرآن we don't care someone is reciting Quran and we keep chatting we keep talking we keep talking to the point that he had to yell at us today حاج أحمد الله يخلي because it's distracting وَهَلْ نَزَلَ الْقُرْآن لِمُنَاسَبَاتِ الْمَوْتِ مَاذَا يَقُولُ الْقُرْآنُ عَنْ نَفْسِهِ يَقُولُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ مِشْ لِمَا يُمِيتُكُمْ O Muslims answer the call of Allah and the Prophet when they call upon you for what revives you Quran revives you revives your heart revives your mind وليل موتى فقط بس لما واحد يموت نسمع القرآن Quran is being associated in our community with death when do you hear Quran when you go to someone's house to offer condolences you hear Quran go next day when the funeral is over when the akhd bil khatr is over you see Abdul Halim Hafidh's voice or Farid Al-Atrash I'm going to make a new from the 70s I'm going to make a new I'm going to make a new I'm going to make a new that's what we do after the funeral we go back to our normal life no more Quran no more the restation of Quran as if Quran was revealed only for death or tragic times no more the restation of Allah you have to keep in mind you have to keep in mind that's what we do we have to keep in mind you have to keep in mind and keep in mind you have to keep in mind حياتنا حول القرآن وتتاوى محور حول القرآن الكريم سئلت أحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قيل لها صفي لنا أخلاق رسول الله كيف كانت أخلاق رسول الله بعد وفاة الرسول فأجابت بجواب جميل جدا قالت كان خلقه القرآن تريد تعرف أخلاق رسول الله كيف كان يتصرر اقرأ القرآن كان يطبق القرآن حرفيا حرفيا إذا عردت أن تتعرف على أخلاق رسول الله وأخلاق الأئمة الطاهرين اقرأ القرآن نحن نقرأ القرآن بس ما نطبق القرآن نقرأ لكن هل نطبقه؟ بالله عليكم نطبق القرآن؟ القرآن الكريم الذي يقول إنما المؤمنون إخوة يعني إنما المسلمون إخوة هل نتعامل نحن كإخوة؟ نحن المسلمين نعامل بعضنا كإخوة؟ أو نعامل بعضنا كإخوة؟ نقرأ الآية في القرآن نقرأ الآية في القرآن نقرأ الآية في القرآن ولذلك نحن القرآن ظالمي في مجتمعاتنا القرآن ما عرفنا لقيمته ما بنعرف لقيمته القرآن في هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم القرآن الكريم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله says if I reveal if I descend down this Qur'an onto a mountain not a human being onto a mountain you will see the mountain so humble before Allah subhanahu wa ta'ala لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله so how come when Allah subhanahu wa ta'ala descends down this Qur'an to us humans we don't look خاشعا متصدعا we don't look so humble why it affects the mountain but it does not affect us why هذا بسبب الحجاب الذي وضعناه على قلوبنا هذا بسبب الحجاب الذي وضعناه على قلوبنا وهو حجاب الشهوات وحب الدنيا أنت تستغرب تشوف أُناس كانوا حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يأثر فيهم القرآن أبو جهل يسمع القرآن ما يأثر فيه قرآن الذي يؤثر في جبل لا يؤثر في أبي جهل ليش لأنه كان في حجاب وفي آذانهم وقرآ اختلقوا الحجاب لأنفسهم حجاب الشهوات وحجاب المعاصي يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما قسط القلوب إلا لكثرة الظنوب الإنسان لما تكثر ذنوبه قلبه يصير قاسي لا تؤثر فيه موعظة لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه لا يؤثر في القرآن سيساعده هذه الليلة بمناسبة وجودنا قريبا من ليلة القدر وبارحة كان كنا مشغولين بالدعاء ما صارتنا فرصة أحب أتحدث باختصار عن نزول القرآن ليلة القدر نعلم واحد من الأشياء جميع المسلمين نعلم أن القرآن كان قرآن في النهائة ونعلم أيضا أننا نعلم أن القرآن في القرآن كان قرآن لفربي محمد اقرأ رأي قرآن كان قرآن في رجب 27 ليس لم يكن رمضان لذلك كيف نحن نحن بينما 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 القرآن تظهر أن القرآن كان قرآن في النهائة قرآن نزلناه في ليلة مباركة في مباركة في مباركة في مباركة التي هي مباركة ومباركة ومباركة بينما تظهر التي تظهر أن القرآن كان قرآن 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 كيف نجمع بين الآيات انتبهوا جيدا البحث يحتاج إلى دقة أعزائي آيات تقول أن القرآن هذه بعض السورة الوحروفة إننا أنزلناه الضمير لمن يرجع للقرآن إننا أنزلناه في ليلة القدر من جهة أخرى نعرف القرآن نزل أيضا في شهر رجب على رسول الله في شهر شعبان في أشوه فكيف نجمع بين الآيات هذه كيف نحن 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 بين هذه دقائق ولا أدق من اللغة العربية لا أقول هذا لأنه نحن عرب لا هذا واقع اللغة العربية it's a very vast language a very detailed language it is a language that pays attention to all details so in Arabic we have two words and both words were mentioned in the Quran هناك تنزيل وهناك انزال انزال القرآن وتنزيل القرآن لما تجي للغة العنجليزية بدك تترجمهم ما في ما تعرف كيف تترجمهم تنزيل وانزال كيف تترجمهم هناك تنزيل وانزال إذا كنت ستفق طرح الترامل يعني تجي بخير لكن هناك وفرصة مع تنزيل وانزال yang both translated into بخير لكن هناك وفرصة مع تنزيل وانزال التنزيل هو التنزيل التدريجي والإنزال هو الإنزال الدفعي إنزال means to reveal down, to descend down all at once but تنزيل means the gradual revelation of Quran and now we can tell the difference between the two and through this we can solve the mystery of the Quran being revealed in the night of power and other times القرآن الكريم له تنزيل وله إنزال الإنزال هو نزوله دفع واحد أنتوا سامعين في اللغة العربية يقولون القوات الفلانية قامت بإنزال جوي شنو يعني إنزال جوي يعني أنزلت القوات مرة واحدة في مكان واحد هذا إنزال جوي يسموه إنزال النزول دفعة واحد لكن التنزيل تدريجي إنزال 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 When something is descending down gradually تنزيل But if it descends down all at once It's inzal نحن المسلمين نعتقد بأن القرآن الكريم تم انزاله كله في ليلة واحدة من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ليلة القطر ثم بدأ تنزيله لفترة 23 سنة فالقرآن عند انزال وهو نزوله من الله إلى السماء الدنيا وعند هذا انزال لأن نزل مرة واحدة ليلة القدر وعند القرآن تنزيل من السماء الدنيا إلى رسول الله نزل خلال 23 سنة وبهذه الطريقة نحل الإشكال أنه القرآن نعم نزل ليلة القدر مرة واحدة كل القرآن لكن نزل إلى السماء الدنيا وخلال 23 سنة كان ينزل على شكل نجوم وآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله خمس آيات هنا، عشر آيات هناك، ستة عشر آية هنا، تلاثين آية هنا وآكذا So we believe that the Qur'an descended down all at once from Allah subhanahu wa ta'ala to earth at one night but then it was descending down to the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم gradually through 23 years So the Qur'an entirely was revealed to the Prophet in one night but then gradually also it was being revealed to him over the span of for 23 years كانت تصير قضية هنا، قضية هنا، وبالمناسبة يشير إلى هذا المعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس، هذه في خطبة الوداع في الحج يقول أيها الناس، إن جبرايل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وقد عارضني بالقرآن في هذه السنة مرتين وإني لا أرى ذلك إلا لقرب حلول أجلي القرآن النبي كان يراجع القرآن مع جبرايل كل من أول آخرين جبرايل يدعى لقرب حلول القرآن في كل سنة مرة مع الناس في المرة القرآن في خطبة الناس جبرايل قرب حلول القرآن مع الناس وقرب الناس يقول هذا هو أكبر لأي أنا أخذها كثيراً من خطبة الناس من خطبة الناس من خطبة الناس من خطبة الناس سوف أخرج من خطبة الناس لأنه قرب حلول القرآن كل قرآن معي هذا سنة فهناك تنزيل من الله سبحانه وتعالى إلى السماء الأولى انزال من الله إلى السماء الأولى في ليلة القدر ثم هناك تنزيل من السماء الأولى إلى النبي طيلت فترة 23 سنة بهذا ينحل الإشكال ونفهم الفرق بين الإنزال والتنزيل الآن نعرف ما تنزيل م媽ا لو أنزيل مでき Fruit Luego كلما جعل الله سبحانه وتعالىata عن إنزال الله سبحانه وتعالى إلى المصبخ تغير الناس كلماكل احدثهnormal والله إلى السبح الأولى قلت قلته إلى السبح الأولى دل المسى تعالى كلما جعل الله سبحانه وتعالى Wayne تخبره عملكة يتكلم عن اللقر قال الإنعدة قرآن إلى السبح الأولى to the Prophet within 23 years هذا الفرق بينهما قرآن الكريم نعود إلى الآية المباركة يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هناك قلوب تتأثر بالقرآن تتأثر بمواعظ القرآن وهناك قلوب ما تتأثر كثرة الذنوب ما تتأثر ما تتأثر هناك قلوب إذا استمعت إلى الموعظة تأثرت وهناك قلوب لو استمعت إلى مئات تشايفين الأرض أرض أرض ينزل عليها مطر خلال يومين تخضر الأرض هذه الأرض الطبيعية وهناك أرض ينزل عليها المطر ما يطلع فيها الدرع ليش سموها أرض سبخة أرض فيها ملح الملوحة تمنع من الخضرة كذلك كما أن ملوحة الأرض تمنع الماء من أن يتحول إلى نبات وعشب كذلك الذنوب والمعاصي وحب الدنيا والانشغال بالدنيا والانكباب على الدنيا أحيانا يمنع الإنسان من أن يتأثر بالقرآن اسمع القرآن ما يتأثر فيه اسمع موعظة ما يتأثر والله أنا شايف ناس أصم ما يتأثرون لا ليلة قدر ولا بعاشوراء ولا بصلاة ما بيتأثرون أبدا 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 شو ما تقرأ لمواعظ تفوت كان عندنا معلمة وإحنا صغار كان يقول تعرفون الله ليش معطينا إذنين كنا نقول له ليش كان يقول حتى واحد يفوت من إذن ويطلع من الإذن الثاني في أناس عليكم السلام ورحمة الله فضلوا سيد في أناس يفوت القرآن من أذن ويخرجه من أذن أخرى أبدا هؤلاء الناس لا يؤثر فيهم القرآن ولكن إذا الإنسان كشف هذه الحجوب ونظف قلبه من هذه الشوائب يتأثر في واحد أذكر هذه القصة وأختم اسم العياذ ابن فضيل عياذ ابن فضيل عياذ was a gangster he was heading a gang in Baghdad we're talking over a thousand years ago this is a real story عياذ was a thug whose name whose name would bring fear terrifies people when they hear his name حقيقة اسم كان يخوف الناس ما دري البعض الإخوان يذكرون أبو طبر وما يذكرون أبو طبر العراق أول ما يجي صدام إلى السلطة لعب لعبة عجيبة العراقي كان يريد يدخل إلى بيوت الناس ونسب غير من نمو وإن مرحبت وإن كان يجرح مرحبت على سبيل إنه يجرح أي مرحبت أي مرحبت أي مرحبت يجرح يجرح أخبرها يجعله ويجرى المنطقة اتيها في صنعه سوف يذهب ويجرعا ويجرعيها ويجرع المنطقة كان يقتحم البيت يعتدي على شرف الفتاة يسرق ما في البيت ويطلع مع كثيراً لا يمكن فعل شيئاً لا يمكن توقفهم عند عصابهم وياتش تغل الفضيل ابن عياض كان يمشي يوم من الأيام في شوارع بغداد فرأى بنت جميلة فترعبها فرأى بجميلة مرحباً مرحباً مع الموضوع فقرعها 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 صعبها حتى ظهر في المنزل فقرع جميلة ويطلعها ويطلعها وقرعها فقرعها بذلك سأذهب وبركة بالفعل لما صار الليل وجنة الليل ذيك الأيام لا يوجد كهرباء تعرفون ظلام ظلام دامس فجاء هذا الرجل الفضيل ابن عياظ ووصل إلى البيت فاعتلى الجدار اعتلى الجدار جدار البيت حتى يطلع من السطح وينزل في داخل البيت تعرفون البيوت العربية فيها فتحة بالوسط يسمونه الحوش وإلها سطح فممكن واحد يصعد من السطح وينزل إلى الحوش إلى داخل البيت من خلال السور سور المنزل هذا الرجل قمت بسطحة هذا المنزل وينزل إلى البيت ومن خلال السور كان يحاول أن يذهب إلى المنزل وينزل هذا المنزل بينما هو في السطح بالليل كان قريب الفجر سحر وقت السحر وضع قدمه على الحائط من هنا حتى ينزل في البيت كان يسعد في المنزل وانزل في المنزل واحد ينزل في هذا المنزل والداخل ينزل في المنزل وكان يحاول أن يسعد في المنزل يصف بيوت آل الرسول ويصف بيوت العباسيين بيوت العباسيين كانت معروفة بالخلاعة والفجور بيوت أهل البيت كانت معروفة بالتقى والطهر يقول تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا يشير إلى أهل البيت عليهم السلام تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا ومن بيوتكم الأوتار والنغم يعني واحد لما يسمع لبيوت أهل البيت ينطلق منها صوت القرآن في منتصف الليل لما تمر على بيت الإمام الصادق في منتصف الليل تسمع صوت القرآن ينطلق لما تمر على بيت الإمام الرضا عليه السلام كان صوت القرآن ينطلق لكن إذا مررت على قصر هارون والمأمون والأمين ماذا تسمع؟ صوت الدعارة وصوت الرقص والغناء تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا ومن بيوتكم الأوتار والنغم يا باعة الخمر كفوا عن مآثيركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دموا المهم فهذا الرجل العياض as he was descending down he hears a man inside that house he's planning to penetrate he hears a man reciting Quran as it is the first time he listens to the Quran أعزائي ترى كثير من عدنا يسمع القرآن لكن لا يستمع إلى القرآن تعرفون الفارق بين السماع والاستماع سماع القرآن حينما يرن صوت القرآن في أذنك هذا تسمع يمر على إذنك الاستماع معناه الإصغاء أن تزغي إلى القرآن في العلاج يتكلم على إذنك يسمع على إذنك يسمع على إذنك وإذنك بعض الناس يسمع قرآن يقل على قرآن يقل على قرآن لكنهم لا يستمعوا على قرآن the man was listening to the Quran for the first time in his life this thief this thug عياذ سماع رجل يقرأ القرآن الكريم ألم يأنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويكرر هذه الآية ألم يأنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله the man is reciting Quran and subhanallah accidentally he is reading this ayah this particular ayah is in a time for those who claim to believe in Allah that their hearts will humble to Allah will submit to Allah and he kept repeating this ayah is in a time for those who claim to be believers who claim to be Muslims to allow their heart to submit to Allah subhanahu wa ta'ala ألم يأنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صار هذا الرجل السارق المسلح اللص يستمع إلى القرآن وهو يتلى بصوت خاشع وصاحب التلاوة يردد هذه الآية مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست فبدأ القرآن ينفذ إلى قلبه صار القرآن ينفذ إلى قلبه كان القرآن يدغدغ أذنه سابقاً الآن القرآن دخل في قلبه أنا وأنت إذا نسمح للقرآن يدخل في قلوبنا مو فقط يدغدغ أسمعنا أيضاً يغيرنا يؤثر فينا نتأثر طل يسمع إلى الآية الكريمة ألم يأنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بلا بلا قد آن بلا قد آن نتأثر وكان آخر أهده بالجريمة واللصوصية وأصبح أحد الصلحاء في بغداد بل أصبح ممن تستجاب دعوته الناس لما كان عندهم ولد مريض بنت مريضة يرحون يقولون يا عياض ادعوا لابننا ادعوا لبنتنا حتى الله يشفيه أو يشفيها كان يدعو لهم الله سبحانه وتعالى كان يستجيب دعاء انقلب انقلب من سارق مسلح إلى إنسان صالح عابد خاشع يدعو الله في استجيب دعاءه وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى ما أغلق باب التوبة في وجه إنسان في ناس تقول لي إنت ليش تعمل بالمعصية يقول لك ما بعرف الله هيك مورطني لا 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 ما تحطها على الله سبحانه وتعالى ما تحطها بظهر الله حطها بنفسك على نفسك الله سبحانه وتعالى ما أجبرك على المعصية يوم من الأيام النبي شاف واحد شغلته بالدف رقاص يضرب بالدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما عندك شغلة غير هذه تشوفها قال يا رسول الله جعل رزقي في الدف شو بدي أعمل رزقتي لقمتي صارت بالدف قال لا تكذب على الله ما تكذب الله ما خل رزقك في الدف شوف بقية الناس في ناس عم تشتغل بالطريق الحلال وتعيش أنت اللي حصرت نفسك أنت اللي حصرت نفسك مرة كنت أزور واحد من الأخوان I was visiting someone and just accidentally I asked him what do you do what do you work and he paused for a second as he was embarrassed to answer me but finally he did answer he says Sayyid I sell liquor he said you sell liquor yeah I do sell liquor why do you sell liquor he says what do I do that's my destiny I said that's not true that's not your destiny you chose that destiny for yourself don't blame it on destiny don't blame it on Allah you chose that career for yourself no one chose it for you it is the greed that makes you accept such career go and find another job Allah did not force you to sell liquor عاد إلى بيته تحول أصبح من صالحين وانقلبت حياته نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بنور القرآن ويهدي قلوبنا بهدي القرآن وأن يجعلنا من المتمسكين بمنهج القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين I just want to remind you my dear brothers and sisters tomorrow there will be an addition in addition to our regular program there will be a book signing for professor Talal Turfa for his book he will have a book signing here during the English program inshallah I'm sorry the name of his book is Know Your Faith The Straight Path yes والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته